إذن من بعد ما شفنا هالتقرير يلي بيحكي عن سجلات ومواقف صاخبة مرأت بعدد من الحلقات على مدى هالعشرين سنة بدأ استقبل الكاتب السياسي المحامي جوزاف أبو فاضل يلي هو شخصية مثيرة للجدل بالبرامج السياسية كضيف أستاذ جوزاف مساء الخير أهلا وسهلا فيك أستاذ نور أستاذ جورة ومبروك هالعشرين سنة إن شاء الله عبال ميتان سنة لك طيب ميتان سنة ما بك تجيبه موجودة الأدوية جاي جديد يمكن أي أدوية ما جاينا أمراض وقصص بتعرف قدي على كل حال أنت بالبرامج السياسية الحوارية معروف أنك أنت بين الشخصيات المثيرة للجدل يلي بتعمل نقاش يلي بتعمل ضجة يلي إذا بدنا نقول بتعمل ريتنج قصة الريتنج بالبرامج هاي من القصص يلي استجدت على مدى هالعشرين سنة ما كانت موجودة بالسابق ولكن الريتنج نسبة المشاهدة صارت جزء لا يتجزأ من المشهد الإعلامي والتليفزيوني مواقفك طريقة حكيك بالحوارات هل هي مقصودة؟ أنا بحكي أنت يعني بتبقى مجهز حالك بعبارات معينة بسجلات معينة تتلفت الانتباه أو حتى تجيب نسبة كبيرة من المشاهدين لأنه أطلالاتك بتعمل ريتنج سيد جورج في شي مرة سألتك أنا شو بدأ نحكي؟ ولا مرة في شي أنا بتحدى حدا يكون طلعت معه وسألته شو بدأ نحكي؟ أنا أول شي بكون جاهز يعني مية بالمية بكون أنا مطلع عكل ملفات بس تيجي سألني هلأ شو عم بصير بمالي أو بجنوب السودان؟ بقل لك هل ما بعرف سألني اقتصاد بالبلد؟ بقل لك اقتصاد مش شغلتي يعني فيه شغلات بقلها كتير بطالع كتير وعندي يمكن هالطريقة يلي محببة عند البعض وفيه ناس ما بيحبوها طيب بالنسبة لا بالنسبة للعبارات بالنسبة للحديث بالنسبة يعني بتختار عبارات معينة مشان تعمل مشان تعمل ضجة أو تعمل شي مثير لا أبدا ولا مرة فكرت اختار عبارة يعني مشان تعمل ضجة أو شي هني بيطلعوا معي بحياة العادية قولوا عن التلفزيون طيب إذا بدنا نقول وهلأ شو؟ نحن بالسياسة اليوم على أي مفارئ على أي طرقات يعني فيه عندنا مشهد سياسي يمكن يدعو للألأ على الصعيد الاقتصادي السياسي لحكومة عم تجتمع دولار عم بطير طيران البلد مش عارفين لوين واصل جوزيف أبو فاضل قدام هالمشهد هيدا شو بيقول؟ أنا بيقول نحن إلى مزيد من التدهور والانهيار والمسؤولين عننا الحمد لله ما حدا منهم شوفت لك شو واحد منهم نصاب بكورونا يعني بايشوا كتير هلا كمان بدك تمردوا ينصابوا شو لك مثل هالعالم يحسوا حالوا أنه يسخنوا يعرفوا شو قيمة المرض يعرفوا قيمة الدول ما يقدروا يجيبوه يعني عندك مسؤولين لبسوا طيب تمساح لبسوا جلد تمساح خلط تمسحوا مع تفرقوا معهم أنت اليوم ببلد طائفة مذهبة قد ما بدك إذا ما كنت هاك يعني بدك تروح عليك وبالتالي أنت أدام مشهدية جديدة يعني أدام أسوأ أدام أسوأ حالة سياسية مرد باللبنان أدام أسوأ ظاهر يعني ظواهر سياسية مرد بالبلد فلذلك نحن أدام مفترق خطير من كل أمور وضع الاقتصادي إلى مزيد من التدهور ما في حكومة ما في وزارات عم تنتج ما في شيء في كم قرش المصر في لبنان بدو ياخدون كم دولار قصة واضحة مين بيتحمل المسؤولية الأساسية والمسؤولية الأولى بكل اللي صاير؟ منذ طائف حتى اليوم كل تعاقبوا على السلطة بس نحن اليوم أدام وضع غير مسبوك ولا مرة وصل الدولار للـ 28 ألف ولا مرة صرنا بوضع هالأد سياسي واقتصادي واجتماعي لهالدرجة مين المسؤول؟ مين اللي لازم يتحاسب؟ مين اللي لازم يلقينا الحل؟ الحقيقة في تسوية ركبة هذه التسوية عندما فيش لي تتحلل البلد خلص تسوية داخلية ولا خارجية؟ تسوية داخلية ولكنها مش ماشي بمواد حافظة خارجية التسوية اللي هي أتت بالرئيس ميشيل عون أتت بالرئيس ميشيل عون وأتت بالرئيس سعد الحريري مع حزب الله والدكتور سعمير جعجع هذه التسوية فرطت فرطت التسوية فرطت البلد إذن نحن أدام تسوية أدام بلد فارط نتيجة ما فيه اتفاق بين الفرقاء الرئيسيين بالبلد هلأ هذا التدهور سيستمر لأنه بدون كل واحد يقول يزدت على الثاني بس ما فيه حلول يعني نحن أدام حكومة مشلولة يعني لا الرئيس ميأتي بالسرجة إذا للحكومة بتفرط ولا الرئيس عون بالسرجة مع أنه عنده صلاحية إذا الحكومة وبالتالي هناك خلاف يعني إذا بكتعتبره هلأ أصبح شيعي مع طيار الوطني الحر وكان قبل خلاف إلى حد كبير بين القولة لبنانية وحزب الله الأمور يعني كتير مشتتة بالبلد بس بكتسأل السؤال يعني ما عم تقوله هلأ شو هلأ شو يعني بكرة بدوا طل فخامة الرئيس بدوا يحكي شو بدوا بدوا يقولهم ما خلوني اشتغل وهودي الناس ما خلوني أعمل هاك وما خلوني أعمل هاك تمهيدا لأنه لا التنميدي أخذ تخص قرار يطل فجأة نهار التنين ليه بدوا يحكي تمهيدا يعني بدوا معهد الطريق لصهره النائب جبران باسيل لأنه يلي مش عارف حاله شو عم يعمل لأنه النائب جبران باسيل اليوم منك اللي قالوا أنه بهجم صنائي الشيعي عم بهجم أمله حزب الله لا أنت عم تهجم حزب الله حزب الله هو حليفك مش أمل يعني دولة الرئيس نبيه برية معالي الوزير جبران باسيل ما منه حليفك وما انتخبك بالعكس أنتوا رحتوا لعنده من جمعتين من شهر ركبتوا مجلس أعلى للجماريك وعملتوا التسويات يعني أنتوا كل شهر شهرين تعتزوه للرئيس بالرئيس تركبوا بعض تسويات رح تختلفوا إذن كيميا ما فيه بانك ونو بينه خلاص من الأساس بس أنت ما فيك تختلف مع حزب الله لأن حزب الله هلأ ملتزم الصمت أخذ قرار الحزب ممنوع يعني ما حدا من الحزب عم برد على الوزير باسيل ولا على نوعه ليش ليش برأيها هذا قرار تخز لا يشوفوا شو بدوا يعملوا وشو بدوا يحكي نائب جبران باسيل نهار الثانين وأنا برأيي اللي بيقول بدي يحكي وبدي أعمل ما بيعمل شي نهار الثانين عفوا باثنين الشهر بكرة الثانين بدوا يحكي فخامة الرئيس باثنين الشهر بدوا يحكي نائب باسيل يعني يفتتح السن إن شاء الله يظل الدولار المحدود يعني ما يومش يفجره لأنه دائما عم تكون المؤتمرات يعني هجوم عفلان هجوم عفلان وكأنه إني الحزب الحاكم بالسلطة وإني بهجمه حالهم هلأ في كتير انتقادات توجه لإلك إن تغيرت سياستك وإنه أنت كنت ملتزم أو كنت إني إلى جانب رئيس الجمهورية إلى جانب التيار الوطني وكنت ناطر شي وما حصلت على شي وإذ غيرت وانتقلت إلى الهجوم هيدا حكي هيدا حكي كتير منسمع وكتير توجه أنا رح أذكرك بشغلي أنه حزب الله اللي عم بهجمه النائب جبران باسيل جمد البلد سنتين تعمل جبران باسيل وزير جمد البلد سنتين ونص تعمل فخامة الرئيس جنرال عون رئيس جمهورية وشلوها منتموا لنائب إسلام ماباك فرنجية رئيس جمهورية وعطيوا لرئيس عون نحن ونوصلنا اليوم أنت اليوم مع مين يعني كنا قبل الوقت اللي بدنا نعمل نستضيف جوزيف أبو فاضل ونستضيف مقبيله شخص من 14 قدار اللي يكون ضد التيار الوطني الحر وضد حزب الله وضد تماني قدار اليوم جوزيف أبو فاضل وين صار أنا أنتظر مجيء رئيس جمهورية جديد لشوف إذا بقدر تتعاون معه ايه أو لا وبن هذا الوقت لش يعني ناطر تتعاون معه كيف يعني أنت يعني أنت لا رئيس حكومة ولا رئيس حزب صح ولا وزير حتى تشوف إسكنك بقى تتعاون معه ولا لا حضرتك كاتك سياسي كيف بدك تحكي بها المرة أنت لاش زحلان أنا واحد يقدر ثلاثة إذا أنا فيه يقول لك نحنا أنا إن شاء الله إن شاء الله بتصير حزب طويل عريب بس السؤال لا معاك أنا أمثل شريحة وأتكلم باسم الناس أنا لسته يعني أنا إذا بتكمل بتكلم بواحد بالألف من عصب الناس أنا ضميري مرتاح أنا صلت منسجة مع نفسي تركت وأنا تركت لأنه هني يعني أنا ما بدي تقل على الرئيس حون إيا معي يدخل بكفة بدي يقول أنا ما قالي شي على الوزير جبران باسيل لحقيقة ما قالي شي علي أنا علاقتي مع الرئيس حون كل حياته من سنة ألف وتسعمية وثمانية وثمانين لبل قبل من اثنين وثلاثين سنة بشباط ألفين وعشرين عندما صار يقولوا نحنا الدولة وبنين البعال دولة من الخربطة الخربطة العلاقة مين ما الخربطت بنتيجة أنه الرئيس حون أصبح مثلا بيعملوا تسويات عنه بيحكوا باسمه بتحرك من اللي بيحكوا باسمه سهره سهره نائب جبران باسيل يعني تهاي التسوية الأخيرة كانوا مشيه فيها الوزير باسيل أعطيك معلومة اللي راح أولى كان الوزير جبران باسيل نائب جبران باسيل والوزير علي حسن خليل وأحد أركان حزب الله عم يعملوا التسوية ما في يقول الوزير باسيل قالوا ما معي خبره عم بيعملوا التسوية تسوية يشيلوا رئيس باسيس قضاء الأعلى مده عم التمييز الرئيس طارق البطار ومعدين شوية الرئيس ما عم مشي فيها مين مين اللي خربط هذي ما أنت عم بتقول أنه كان الوزير علي حسن خليل موجود بهذه مين الخربط لا لحظة رئيس عون ما معه خبر التسوية أنا مسؤول عن كلامي خذير الدولي الرئيس عون ليس داخل بالتسوية الذي يدير التسوية كان نائب جبران بيسيل يتكلم باسم القصر باسم العهد يتكلم باسم القصر وباسم العهد بدون معرفة رئيس الجمهورية لا لا ما الرئيس مش داخل فيها لصة رئيس آخر شي ما بيزعله لجبران بيسيل أنا عملك عم بعطيك معلومات طيب مين اللي خربط هذه التسوية كلهم صحوة اختلفوا ببعضهم ليش لأنه في أشخاص كانوا بدوا يعملوا يجمعوا الحكومة بتشمع المحكمة التمييز في ستاب ستاب تشمع محكمة التمييز هي العام من محكمة التمييز بتشيل الرئيس طرق بيطار بيجرى بعدين بيقل أو يعني أو بيشيلوا رئيس والعبود والرئيس غسان عوادات ورئيس علي براهيم وبيجيبوا بثلاثة جداد بيجيبوا ربيع حسامي محل غسان عوادات وبيجيبوا الحلو محل رئيس والعبود وبيجيبوا شخصية تالتة ما بدي اذكرها محل رئيس علي براهيم مين ليه ما بتذكرها ليه ما قاضي ما بعرفين من طبوت يمكن ما هرشحيته يمكن ما بعرف مين أوكي يمكن خلينا نقول يمكن يمكن ما تروح كلهم أصحابنا وقز وقز خربت الطبخة لأنه بيّن العملية كبيرة رئيس مئاتي مش موجود بهاللعبة رئيس برري ما بدي يكفي بالتهديم الدولة لحس أنه عملية تهديم للعمليات لأنه تطيير البطار بهذا الشكل بس هيدا مطلب عند الثناء الشيعة ومطلب ولأ ومطلب يشيله الرئيس سهال عبود والرئيس غسان عوداته ومطلب الوزير بسيل بده يجيب الناس لأله كذلك الأمر رئيس مئاتي ما بيمشي بهال الموضوع ما مش فيه ما مش فيه رئيس برري كذلك شو البديل هلأ مش معروف إذا فيه انتخابات بتشك بأنه يكون فيه انتخابات بشك مليون بالمية وسجل علي نحنا اليوم بستة وعشرين دعش الفين واحدة وعشرين وأنا بقول شغلي ممكن كتير انتخابات تطير مش لعوامل أمنية لعوامل اقتصادية إذا صارت دولار خمسين ألف إذا ما يجل دولار من خارج إذا الوزارات ما أنت جيت منهم بيجيبوا دولار إذا صارت دولار خمسين ألف مين بدروح ينتخب مين معه ينتخب أستاذ جواج العالم ما معه تاكل بهالحالة هاي دي شو بيصير بالوضع إذا عم بتشكك بحصول الانتخابات رغم أنه المجتمع الدولي كله عم يضغط شو بيصير على الأرض بيصير على الأرض بيصير فيه مشاكل بيصير فيه فقر بيصير بيزيد العملية ربطة الخبز بيصير حقه أكتر من دولار المعالم نحنا مخدبين على كتير على كتير استحاقات اليوم اللي عم يعملوا النائب بيصير عم يزرق حزب الله الزركة العجيبة والحزب لا يزال مرتزم الصمت ولكن هو وهم يترشح وهم يتحالف هاي أول شيء التغل الثاني الأهم من هذا كله هو يعني بس يزرق الحزب عم يجرب يأزله هناك طريقة لعزل الحزب للمشاركة بعزل المقاومة الحزب الله وأنا معروف عني أنه أنا مش فاتها حسابي أنا قريب من المقاومة قريب من رئيس برري قريب من فريق 8 أدار كله قريب من سوريا من رئيس الأسد حتى بعض المهار الوحيد يلي بطلت قريب منه هو جبران باسيل ورئيس الجمهور عك الحال هذه الملفات بس مش هال عداوية مع حدا ولكن أنا هذا رأيي وأنا حر انسح بيكون مجوز عنده عشر أولاد بيطلق مزبطة طلقت نعم أنا بلا أولاد طلعت عنا كتير مواضيع وملفات نحكي فيها وبحلقات مقبل على الحال أنت ضايف دايما مرحبت لي وعزيز أنا أشكر مشاركتك نتمنى لك توفيق لألك وتحيي لألك ولأساس تحسين ولأسيد كرمة ولأسيد مريم ولألك ومدام تكشفنيها الليلي كمان الله يخليك شكرا لألك وأهلا جميع شكرا جوزيف أبو فاضل أهلا فيك سي جور